طيب هو طبعا في موقع انا مش متأكد من تمام جودة نطقي ليه اسمه ولا ولا شيء من هذا القبيل يعني هذا الموقع الصهيوني المنشور او الذي ينشر باللغة العبرية هو موقع جيروسلم بوست بس جيروسلم بوست بقى ناشر باللغة الانجليزية تقرير مثير للجدل الى ابعد الحدود طيب ايه بقى التقرير اللي كنت بقوله لك في اول الحلقة سواء اذا كان ولا 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 بطيخة بتاعهم زائد جيروسلم بوست قالك يا جماعة ان هناك حلولا للسمنة شوف هنا بقى برضو طريقة التفكير بتاعة الصهينة الا ازاحهم الله طريقة تفكير شيئة الغربة والله العظيم يعني الكذب شيء طبيعي عندهم والاستهبال قالك بص بقى الحرب دي لها فايدة اقولك ليه عايف لو ايه شاخد لي بالك انت شغل بلدي قوي يعني قالك لانه الحرب تسبب التوتر والقلق والتوتر والقلق خد بالك بقى ليس بالضرورة شيء مضر ومش بالضرورة يسبب زيادة الوزن لانه في ممكن وفي بعض الاحيان هذا التوتر وهذا القلق يمكن ان يفقدك الشهية وبالتالي هتقدر تتخطى وجبات الطعام ومن ثم وزنك هيقل طبعا تصفيق حاد ايه خربيتك انت بتجيب الكلام ده ازاي ازاي انتوا ايه جدعا ده ايه العقول دي واحد زقا دي واحد يساوي اتنين بيقول ايه توتر والقلق زي ما كنت بتكلم مع زمالي زيادة هرمون الكورتيزول في الجسم زيادة هرمون الكورتيزول في الجسم يؤدي الى زيادة الوزن على طول بس خلاص شكرا نقطة براقصة ايه كالت بقى اصدنا توترت في المباكل طب فيه احب يتوتر نفسه بتتفتح يفتح القاءة يعد ياكل ثم ان ولاد الذين دول عندهم اكل وعندهم شرب وعندهم مية وعندهم بانزين وعندهم مستشفيات وعندهم كل حاجة واحنا في فلسطين ما عندناش اي حاجة على كل وجب بس ان حضرتك تبقى فاهم ان اردت ان تتابع وتقرأ وتعرف جيدا مدى الدناء والخصة حتى هو بيكذب على شعوبه يعني ان كانت شعوب